بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام إن الرفق والبر وحسن الخلق يعمر الديار ويزيد في الرزق هناك أمور تجعل الإنسان مرزوقا وتزيد في رزقه في هذه الحياة أولا إذا كان الإنسان رفيقا وثانيا إذا كان الإنسان بارا وثالثا إذا كان حسن الأخلاق إن هذه الأمور لو اجتمعت في المؤمن أو كان يمتلك إحداها لكانت سببا في زيادة رزقه وأيضا كانت سببا في عمران دياره وعمران داره هذه من الأمور التي الله سبحانه وتعالى جعل ثوابها في الدنيا قبل الآخرة الإنسان حسن الأخلاق الإنسان الذي يكون رفيقا في تعامل مع الآخرين ويكون بارا وفاعلا للخيرات الله سبحانه وتعالى سوف يعطيه جزاء هذه الأعمال في الدنيا قبل الآخرة ثم قال الإمام الكاظم عليه السلام يا هشام قول الله هل جزاء الإحساني إلا الإحسان جرت في المؤمن والكافر والبر والفاجر من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به لاحظوا هنا هذه الآية المباركة هل جزاء الإحساني إلا الإحسان هذه لا تختص فقط بالمؤمنين أيضا هي جارية في الكافرين جارية في الفجار جارية في الأبرار الإنسان الذي يقدم إليك إحسانا يجب عليك أن ترد هذا الإحسان هذه آية شاملة لكل أصناف الناس من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به إذا الإنسان قدم لك شيئا جميلا قدم لك خدمة معينة أن تكافئه رد له هذا الجميل رد له هذا الفعل الحسن الذي صنعه لأجلك فيبين الإمام الكاظم عليه السلام كيف هي المجازات ابن رسول الله يبين له يقول وليست المكافئة أن تصنع كما صنع حتى ترى فضلك فإن صنعتك ما صنع فله الفضل بالابتداء إذا الإنسان لنفرض أنه كنت محتاجا وهو قدم إليك المال لنفرض ألف دينار وأنت أيضا قدمت له ألف دينار في مورد حاجته هذا لا يعد أنك كنت مكافئا لإحسانه مكافئا لمعروفه نعم أنت كافئته ولكن الفضل له متى يظهر هذه المكافئة ومتى تظهر هذه المكافئة إذا كنت زائدا عليه إذا هو كافئك وأعطاك ألف دينار وأنت أعطيته ألفين دينار هكذا فعل وهكذا موقف يسمى بأنك كافئة معروفه وإلا إذا رددت له الجميل بنفس الفعل يكون الفضل له لأنه هو الذي ابتدأك بهذا الفعل حقيقة وصايا جميلة جدا ترسم منهاجا كاملا للحياة ترسم منهاجا كاملا لكيفية التعامل مع الآخرين إذا استطاع الإنسان وإذا التزم بهذه التعليمات وإذا وظف نفسه ووظف حياته في أن يكون متعلما لهذه التعليمات ومطبقا لها في حياته يا هشام إن مثل الدنيا مثل الحية مسها لين وفي جوفها السم القاتل هذه الدنيا تراها بأنها جميلة فيها المال وفيها البنون وفيها الزوجات وفيها الخير وفيها كل أصناف المعيشة التي ترفيهك فيها ولكن هذه الحياة إذا نظرت إليها بعين البصيرة وجدتها بأنها شبيهة للحية الحية أيضا عندما تنظر إليها وتلمس جلدها تجد بأن جلدها هو جلد لين لم سا تكون الحية هذه من صفات الحية ولكن في جوف هذه الحية يوجد السم القاتل الدنيا كذلك أنت تراها بأنها جميلة ولكن إذا اختررت بها وكنت مفتنا بها سوف تقتلك كما تقتلك الحية يحذرها الرجال ذو العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم هذه الحية الإنسان العاقل يحذر منها لا يقترب منها لا يلمسها لماذا؟ مع أنها جميلة ومسها لين ولكن يعلم بأن هذه الحية تخفي في باطنها ثم قاتلا ولكن من الذي يهوي إليها؟ يهوي إليها الإنسان الذي لا يملك العقل الصبي الذي لا يقدر الأمور يذهب ويمسه هذه الحية الدنيا كذلك أيضا الإنسان الفطن العاقل لا يقترب منها ولا يأخذ منها إلا قدر حاجته لأنه يعلم بأنها ترديه ولكن الإنسان الذي لا يقدر الأمور ولا يضع الأمور في موازينها تجد بأنه يكون مفتناً بها يا هشام اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله إذن الصبر صبران صبر على الطاعة وصبر عن المعصية أنت عندما تصوم شهر رمضان وتتحمل الجوع وتتحمل العطش وتتحمل العناء أنت صبرت على الطاعة وأيضا إذا غضثت بصرك عندما رأيت شيئا حراما أمامك رأيت امرأة متبرجة أمامك وغضثت بصرك عنها أنت أيضا صبرت عن المعصية فالصبر صبران صبر على الطاعة وصبر عن المعصية لماذا أصبر يا ابن رسول الله يقول فإنما الدنيا ساعة فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا هذه الدنيا كلها مهما عشت أيها المؤمن بمثابة ساعة تمضي تذهب ويذهب عنك ما كنت تحزن لأجله وتفرح لأجله أنت أنظروا وجربوا هذا الأمر مع أنفسكم اطرحوا هذا الأمر مع أنفسكم أنظروا بأنه قبل عشرة سنوات مثلا كان هناك أمر مفرح جدا لكم ولكن إذا الآن بعد عشر سنوات تذكرت هذا الأمر هل هذه الفرحة تبقى كما كانت قبل عشر سنوات؟ بالتأكيد لا أو إذا مر بك ظرف حزين جدا قبل عشر سنوات هل عندما تتذكر هذا الظرف في هذا اليوم يكون له نفس الوقع الذي كان عليك قبل عشر سنوات؟ بالتأكيد لا فإذا هذا الحزن وهذا السرور هو زائل فحاول أن يكون سرورك وحزنك لأجل الله تعالى أن يكون في مرضات الله تعالى لا تستر ولا تحزن إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وما لم يأتي منها فليس تعرفه الأيام القادمة التي تأتي عليك لا تعرف ماذا يحدث بها فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت هذه الساعة التي تعيشها وهذا اليوم الذي يمر عليك حاول أن يمر بذكر الله تعالى أن يمر بمرضات الله تعالى لأنك لا تعلم اليوم الذي يأتيك ماذا سيحصل لك فحاول أن يكون دائما موقفك موقفا إيجابيا أمام الله سبحانه وتعالى يا هشام مثل الدنيا مثل ماء البحر مثل الدنيا مثل ماء البحر لاحظوا الإمام الكاظر وعلى الله عليه وسلم كم مثل يعطي للدنيا وكلها أمثال سيئة ليست أمثال حسنة أولا شبهها بأنها حية ثم يأتي ويشبهها بأنها ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله هذا الماء المالح للبحر جربوا بأنه إذا كنت عطشانا وكنت في وسط البحر كلما تشرب من ماء البحر اللي ترتوي سوف يزداد عطشك لأنه ماء مالح وسوف تشرب الماء وتشرب الماء حتى يقتلك هذا الماء كذلك الدنيا إذا حاولت أن تلهث وراءها سوف تجد نفسك يوما بعد يوم يوما بعد يوم يؤثر فيك هذا الحب الدنيا ويؤثر فيك هذا التعلق بالدنيا حتى يقتلك يا هشام إياك والكبر التكبر على الناس فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر مثقال حبة بهذه الجزائية الصغيرة إذا وجد الله سبحانه وتعالى أن في قلبك كبرا سوف لا يدخلك إلى الجنة وسوف يدخلك إلى نار جهنم أعاذنا الله وإياكم سادة المشاهدين الكرام من دخول النار ببركة شفاعة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة شكرا